الطائر الأخضر يحط رحاله في تونس الخضراء وكل الإشارات خضراء في طريق بغداد تونس الاقتصادي والاستثماري مصافحة تاريخية هي الأولى من نوعها بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس التونسي منذ 21 عاما تبحث في مجال تعضيد العلاقات بين البلدين عودة العلاقات وتوطيد العلاقات وإعادة افتتاح العلاقات وتوسعة العلاقات الدبلوماسية بتصوري هو يصب في صالح البلدين وخصوصا العراق الآن من خلال الأجندة التي يعمل عليها السيد الرئيس الوزراء بالانفتاح على كل الدول الأقليمية والدول العربية بالتحديد بعد العزلة التي عانت منها العلاقات العراقية التونسية هذه الزيارة استكمال لتعبيد الطريق أمام مذكرات التفاهم التي توجد في وقت ماضي برفع تونس تأشيرة عن المواطنين العراقيين واستعداد الجانبين لرفع قيمة التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار تفعيل فكرة التكامل الاقتصادي ما بين البلدان لأن الاعتقاد الساد بأن مسألة ضرورة يعني عملية تعشيق العلاقات الاقتصادية من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من التلاحم حتى على مستوى المواقف التي ربما تختلف عليها دول المنطقة لم تغب غزة عن مباحثات السودان في تونس فموضوع وقف العدوان كان حاضرا وبقوة ويندرج ضمن التحرك الخارجي للعراق في القضايا الإقليمية بين مصر وتونس يسعى العراق لمد جسور تفاهماته الاقتصادية وإثبات حضوره من خلال الانفتاح على كل المستويات بما فيها التفاهمات الأمنية لخفض التصعيد في المنطقة من تونس علي عبد الكريم قناة الفلوجة